المجال الفني غدار وخاين وملوش أمان مش عارف أعيش ما فيش مش لايجنيه إيه رأيك في محمد رمضان في الغنب؟ طلع بعميس عريان ومع بنات ستريبتيز شو لا مش فن ده مش فن طب ما أنت قلت خرونج في أغانيك آه يعني أصلا هو بنختي فيعني مش هقدر أخبط لأنه هو بنختي مستهوين بالستات يا أخويا دولة مجانين دول كربونة وحيات أبويا دولة مجانين هاني مؤلم منديل بقويا دولة مجانين خد بلك من صنف الحريم معينا النهاردة اللي ما بقاش عنده ثقة في حد واللي خلى الستات كلهم مجانين عمل لنفسه لون مميز جدا عمل بيه ضجة كبيرة جدا وفجأة الجمهور بدأوا يسألوه فينك يا نجم؟ محشتين يا أبوالليف أهلا أهلا وإنتي كمان والله إنتي فينك؟ أنا موجودة إنت فينك؟ إنتي موجودة فين أنا موجودة والله لسه مغني كنت يعني إن شاء الله يعني مبارح وأول في سنة اللي فاتت الدول يا تمام طيب لو الزمن رجع بيك إيه الحاجة اللي كان أبوالليف هيعملها عشان يفضل مستمر بنفس نجاح كينج كونج لأ بس هيقولك حاجة مفيش حاجة معينة إقدار تعمليها تفضلي متواجدة ده توفيق ربنا إنتي بتعملي اللي عليكي والباقة على ربنا سبحانه وتعالى بس إنتي قلت قبل كده في تصريح ليك إنه أنا ما بروحش كبريهات عشان ما باخدش فلوسي من ناس سكارة يعني اللي بيروحوا كبريهات من زمايلك إنتي بتخبطيني يعني ها بتخبطي معا فلوسهم حرام بس اشتغ معاك أنا عادي جدا إنه فيش أي مشكلة لا بسي موضوع إن أنا ما بشتغلش في كبريهات ده موضوع خاص بي أنا لأن في التمانينات أنا اشتغلت في كبريهات بشارع الهرب وخلاص بقى يعني عارفة ما حبتهوش يعني النظام جو الكبريه ما بحبهوش ها فأه بتكسبي وبتاخدي فلوس وبتاخدهو كتير بس ما حبتهوش حتى لو احتاجت ماديا لده فترة أنا محتاج جدا بمناسبة للوقات وما فكرتش تلجأ إنك تروح تغني في كبريهات لا 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 الحمد لله لو هجوع مش هشتغل في كبريهات ايه رأيك في محمد رمضان في الغنب؟ كمطرب لا المطرب كالفنان مطرب المطرب دوت لازم يكون عنده يقدر يمتعك بفنه بغناء لكن هو ما فيش هو بيطلع يعمل ايه؟ يعني الحفلات اللي عمل ايه؟ طلع بقامي سعريان ومع بنات ستريبتيز شو لا مش فن ده مش فن ميتقلش عليه فن طب ما انت قلت خرونج في أغاليك اللي قالها مش أنا اللي قال خرونج يوسف بيه واهبي لعمر الشريف في الفيلم يا خرونج اللي قاله له كده واضحة وصريحة قاله له كذا مرة وقاله استاذ عاد الإمام زعيم الزعيم قالها 500 مليون مرة يا خرونج يا خرونج قاعد يقولها كتير جدا في مساحات الوقت سيد الشغال صح يبقى فين بقى؟ ايمن بقى جاءت أمر محطة مهمة في حياتك اكيد فيه ناس بتقول رفع وناس بتقول وقعك رفعني أعرف الناس بي وقعني أن يعني بصي يعني أصلا هو بنختي يعني مش هقدر أخبط لأنه هو بنختي قولي اللي في قلبك مش تفديد ما أنا لو قلت اللي في قلبي ما ينفعش أيمن بقى جاءت أمر شكرا بس انت زعلان منه؟ نعم زعلان منه؟ شكلك شايل قوي يا بولي لا لا خالص ما بشيلش خالص ولكن فيه آه تتش طبعا فيه زعل مش هكدب يعني طب ايه سبب الزعل؟ السبب الزعل ايه؟ آآ چكرا موجي انت عايزة ايه؟ بشكل مهزف جدا بصي أصل هو ابنختي وانا مربيه ف communicated وما انفعش ان انا أخبط فيه ولا هو انفع ان اخبط فيه حتى لو حصل ايه بيننا؟ بقوا الكو قد ايه ماتكلمتوش؟ بقلنا كتير بقلنا من 2013 مثلا ايه؟ آآ سبع سنين آآ طبعا نعم هل الحظ ممكن يلعب دور في نجاح الفنان؟ انا لو محظوظ النهاردة يبقى عندي في البنك مثلاً خمسة مليون وعشرة مليون طب انت فيه في البنك كان؟ جنيه تعريفة ما عنديش في البنك حساب أصلاً فعلاً؟ اه الله بعد العمر ده كله ابو ليف ما عنديش حساب في البنك؟ امر الله وحكم اقول له ايه طيب انا طلعت 2009 كويس اه سوري 2009 عدت سنة دفعت اعملت جبت عربيتي اللي جيب برينجلر ديت است بس بعدها الثورة قامت لسه معك العربية؟ معايا صددت قصتها ولا لسه؟ خلصتها خلصتها بس مش عارفها صلحها ربك كيف رجاء قوي قوي سريع الله ابو ليف انت اشتغلت شغلانات كتير قوي اشتغلت فاعل احط رملة في الشكارة وطلعها على السقال احط زلط في الشكارة وطلعها على السقال لان المجال الفني غدار وخاين وملوش امان فا اماني 95 بقى وقفت الدنيا خلاص مش هتاخد دنيا يعني بعد ما دخلت مجال الفني انا دخله من 83 بعد ايه؟ رجعت اشتغلت شغلانات دي ان ده مش قبل ما تدخل مجال الفني لا لا بعد 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 وقفت الدنيا تماما بقى مش عارفها عيش مش لايجنيه اتطريت بقى ان انا انزل اسكندرية قعد في بيت ابو يا امي اللي ارحمهم في جليم على البحر بقيت اشتغل بقى اللي هو فاعل احط رملة وزلط وبتاع واطلع على السقالة كهربائي سيليسيون صابي كهربائي سيليسيون أسس شقة طبعا أسس شقة دي موت عذاب بالنسبة لي ايدي كمانجا انا بمسك بقى الأجنة والأزمير وتك تك 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 في المسلح الخرصان ونزل بقى على عيني وبتاع واقف على السلم او على السقالة فدي حاجات كلها طبعا اكتسبتها وعملت لي عزيمة وإرادة واشتغلت سوق تاكسي واشتغلت سوق تاكسي وبيع في محل لعب واشتغلت في محل لعب أطفال في المنشية واشتغلت في سوبر ماركت في جليم محل سوبر ماركت واشتغلت بيع بالة واشتغلت غطاس على البحر واشتغلت اللهم اصلا على سيدنا محمد دايفينج انضف البصورة بتاعت البترول تحت الباية وأعماق في الشركة يعني انت عديت مقولة سبع سنايا دي بحبة ما انت هون انت عدي طيب لس انا مش عارف عند طب سبع سنايا والبخت ضايع الحمد لله حظي عند الله لسه ما جليش وانا عشمان في وجه الله طب أبو ليف لو الدنيا زنقت معاك دلوقتي في الفترة دي ممكن ترجع تستغل حاجة تاني؟ تعرف ان انا بفكر انا بفكر لسه هقطع حديثك وسؤالك اللي انت بتقوليه انا بفكر اربيه عربيتي مش بهزر والله واجيب تاكس او اجيب عربيتين عربية شغالة اوبر وعربية بخليها معايا للبيت واللولاد ايه المشكلة مش عايب الشغل مش عايب طالما وقفت اتصرفي انت دلوقتي كنت الاول بطولك النهاردة عندي زوجة وعندي ثلاث اولاد ربنا يخليهم اعمل ايه اكلهم من اين وانت عارفة الدنيا كلها وقفة دلوقتي وقفة معاك بقى له هد ايه؟ بقى له سنة كده بقى له سنة سنة تماما بقى فيش خالص فالحمد الله الحمد الله الواحد بيتصرف برضو وبياكل وبيشرب وبيعيش والدنيا جميلة وماشية انت غنيت ما بقاش عندي ثقف حد او النعمة كانت موجهة اه لميض انت عايز ايه؟ منا بتخبط يا جماعة منا بتخبط جامد او معايا بطلع اللي بواي انت بتطلع ايه موطالع لوحده انت بس بتتكع الزر هو بيفره ايه موجهة لكل انسان ظلمني وكل انسان قاس علي وكل انسان تعبني وكل انسان يعني ما كانش فيه زرة رحمة جواه لي مين ظلمك؟ ايه 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 ده كتير 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 جدا يعني الحمد الله مش هحدد عشان بيزعله لان انا طلعت فمرة وحددت لقيت التليفونات اشتغلت طب لما انت حددت فمرة حددت فمرة انت مشكلة خلاص ان الله غفور رحيم طب لما انت غني هالم مش ما بقاش عندي ثقة فحد من اللي انا شفته فحياتي زمان انا خدت درسي وغلطتي ما ذكرتوش انا خدت ضربة بجد من اقرب ناس فحياتي مش اهلي دول والله لا اكسم بالله وحوش انا اللي كان تلني واللي كان كسرني اه بيستقلوا بيا وكمان مستصغر اني فاكريني الدنيا دايما والله مايعرفوش ابو ليف دلوقتي خليني لعب معيك لعبة مختلفة شوية هنلعب هنلعب انا هسألك خمس اسئلة جاوب باي حاجة غير اه او لا ما جاوبش با اه او لا ابدا ربنا يبريك لي ندمان على مشاركتك في ولادن بابا اكيد ايمن بهجة امر اثر على مسارتك الفنية اه حاضر الدنيا اجابة مفيدة محاضر عايزة ايه ما قلت اه اه يا لا ما تقولش اه او لا بس الدنيا اجابة مفيدة اه انت قلت ايه ما تقولش اه ولا لا اه نعم ماشي اه نعم نعديها الكورونا ثلثتك جدا ممكن تتجاوز للمرة التالتة جدا مشتاق والربعة مش الشارع اربعة هم وما ملكة ايمنهم معاك تصرف على الاربعة لا طبعا طبعا سعادي يعني يعني بيروح رياضية وبحب ممكن تشجع في يوم الايام الزمالك اه لا طبعا وقعت في الفاتح وقعت اقع مش مهم بس دي لقة جدا ها 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 هاتنفذ لنا حكم حركة ديك ازازة مايه هتشربها من غير ما تمسك ايدك هاز ايه هاز ايه اشرب ازازة المايه من غير ما تمسك في ايدك كلها بو! بو! بوا بس يعني يا أبو علا جامد يا أبو الليف لا 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 كل ده عشان الأهلي ده حبيب قلبي ده روحي بجد والله طب خلينا نروح لفكرة مختلفة هنلعب فيها معاك شوية وبالمرة تاخد نفس أبو الليف دلوقتي البوكس ده جواه مجموعة من الأحكام حضرك هتفتح البوكس وهتنفذ لنا حكم حكم لا طبعا طب قلنا الحكم لا طبعا احنا بنقول لك غنيلنا أغنية مهرجانات على طريق تابو الليف ما همعرفش بنت الجيران أكيد أنت عارفة لا والله طب أغشيشك أقول لك قب ليه أقول ليه لكم ليه يلا بنت الجيران سحرالة نعناية وانا في المكان في خلق حواليا بنت الجيران شغلانة نعناية وانا في المكان نعناية اللي أنا فيه مش كده؟ وتجيني وتجيني بتلعيني لسه بخريق مش كده؟ صح غنيلنا ليه يا مانيش قالي أول حكم يلا اللي بعده شو بيك لو بيك أقول ليه فين إليك ها 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 أبا ايه؟ كده ليه أنا موافق ايه بقى؟ غنيلنا حاجة لعب حلال يلا ماشي سواح وماشي في البلاد سواح الخطوة بيني وبين حبيبي براح مشوار بعيد وانا فيه وحيد وانلاكم حبيبي سلموا لي علي طمينوني لاصماراني عملاقي الغربة فيه حلوة كده؟ حلوة قوي الحمد لله دول كده خلصوا الحمد لله الحمد لله يلا أبو الليف نورتنا ربنا يبارك فيك وشرفتنا وكتديف خفيف على قلوبنا يا حبيبتي ربنا يخليك واسمحولي أقدملكو بقى أنا هدية مني لي منا ونية جديدة يلا هنقول بتيتر يقل على كرشي يا مخلصة لي على قرشي لو شلت المكياش تتكشفي هلاقيبنا عامي كل صوت طيب ده التنمر ده حرام عليك يا بوليف أحد تعطينا كل واحد لو شلت المكياش أنا مش عايزين بقى نتكلم بقى في المكياشات بقى في المكياشات وقال بقى في المكياشات ترجمة نانسي قنقر